تتواصل فعليات المؤتمر الإقليمي الأول حول توجهات القضائية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية في البيئتين التقليدية والرقمية وذلك بحضور العديد من أساتذة القانون وقيادات وزارة العدل وممثلي الجهات والمنظمات المتخصصة في هذا المجال يناقش اليوم الثاني من المؤتمر القضايا الناشئة في مجال حق المؤلف والقضايا الناشئة في مجال العلامات التجارية ومجال البراءات وتكنولوجيا إلى جانب النفاذ الملكية الفكرية في البيئة الرقمية والإدارة المتطورة لمنازعات الملكية الفكرية يأتي هذا المؤتمر في إطار حرص الدولة على ضمان حقوق الملكية الفكرية بوصفها المحفز الرئيسي على الإبداع والابتكار هذا المؤتمر أهميته أنه هو أول تجمع عربي لدراسة التوجهات القضاية الحديثة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية حقيقة حماية حقوق الملكية الفكرية هناك تحديات بتجابهها حماية هذه الحقوق أو هذه النوعية من الحقوق نظرا لأن التعدي تغيرت من الصورة التقليدية أن أنا باخد المؤلف وبنسخه وبعيد نشره بدون إذن صاحبه أول نلب تعد على حق الملكية الفكرية لصناعة السينما أو لصناعة الموسيقى بقى فيه نوع جديد من التحدي الرقمي التعدي الرقمي على مثل هذه الحقوق هناك مشكلات حقيقية لموجته في الناحية القضائية يعني إذا قلنا أن فيه تعدي تم في دولة عن طريق الإنترنت فأين تقام الدعوة؟ طبعا التاريخ التعاون المنظمة مع مصر هو تاريخ قديم وتم التعامل مع العديد من الوزارات المعنية بحقوق الملكية الفكرية زي ما بنعرف حقوق الملكية الفكرية موزعة على عدد من الوزارات والهيئات وآخر تعاون وهو تعاون الحالي كان مع وزارة العدل لغيات تدريب وتطوير الجهاز القضائي في مصر في سياق أو في مجال حقوق الملكية الفكرية طبعا هذا التدريب بدأ من خلال تدريب عدد من القضاء من خلال الانلاين ترينينج ومن ثم إجت هذه الندوة الإقليمية لكي تشارك باقي الدول العربية في النهج الجديد اللي عم تعتمده مصر